بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم في هذا الفيديو سنقول آخر المعلومات آخر المعطيات بشيء من التحليل والواقعية ودائما ما أقول رأيكم مهم في التعليقات فيولنا الموضوع عطينا رأيك بكل موضوعية بلا ما نوصيكم على لايك للفيديو اشترك في القناة الضروري باش ما يحثموناش هذا الفيديو يرحمكم الله يعني سائمنا من ألائب البراتيش نطالقوا من آخر حدث لصراحة موقع التواصل الاجتماعي تعجب الفيديوهات لأرهم صراحة المراركة يترجونا في الجزائريين أفتحونا أعطونا الفيزا باش ندخلوا للجزائر كل واحد والسبن تعلو ورانا نشوفوا يعني أعداد هائلة قرب الصفرة الجزائرية ولكن من هذا المنبر نقول لك والله غرق تعييف يروحك الجزائر نهارك يتغلق راسها والله العظيم أروح متاؤز الجمح ولفائك والله من ولو في قرارنا علش لأنه القارة على الجزائر رهي لسنوات ونحن كشعب جزائري كنا نندد بما يحدثه ما يفعله المراركة من أفعال عدائية على الجزائريين وكن ديما نندد بالأوكار الدارة وأوكار الجريمة المنظمة والمخدرات اللي صراحة غرقت ولادنا ونخافوا على ولادنا من السموم اللي راح يتجي من هذاك البلد وبالإضافة إلى أشياء أخرى رغم هذا دولة الجزائرية تريثت خمت على الشعب المنروكي المطهد قالت أنه راه مسكين مذلول فالمروكي قال له راه يخدم لكن باش يوصل بهم الحال على أن يستثمر في هذه الفئة بدخول أفراد من الكيين الوهمي وتابعين للمخابرات الكيين الوهمي من أجل التخابر ومن أجل الجوسسة عن طريق جوازات صفر مغربية أو مروكية هذا والله لن يقبل وهذا يعني لغالب وصلت للمسقي ويقول لك وصل الموسى العظم وهم يعلمون ونحن نعلمون وكل عالم يعلم مدى خبث هذا الكيين فبالتالي ممنوع عليك أن تقترب من أرض الشهداء ممنوع عليك أيها النجس أن تقترب من أرض طاهرة ومسقية بدماء الشهداء فلذلك لا رجعة في ذلك وبالإضافة إلى الاستفزازات الكبيرة لراهيع الحدود والتابعين وقت وصل الاجتماعي على أننا شلفاء لأعداء الله ورسوله ونحن لا نتشرف بمثل هذه الأشخاص هنا في الجزائر نقول للموضوع أنت طوابير يعني على الصفارة الجزائرية وحد يقول لك أنا عندي مرتي جزائرية أولاد ديرهم في الجزائر يا ودي والله يكون عندك مرتي جزائرية ولا أنت تقولي أنا رجلي جزائري أرفض مرتك تديها المروك ولا روحي عند راجلك في المروك والسلام عليكم هذا هو الحدي كاين لأنه وصلته للمسقية الموس وصلت للأعظم لما كانت الاستفزازات توطع للدولة الجزائرية والشعب الجزائري لما كان الشعب المروكي يعني المطبع لما كان ينادي ودائما ما يفتخر بتطبيعه ودائما ما يستفز الجزائر ويحاول يسوق السموم تعلق الجزائر علش انتوما كي كنتو هنا في الجزائر عايشين مكرمين خدامين ومزوجين ولا بس بكم علش ما قلتوش يا نظام المخزن تريف تريف دعك من الإشاعات لكن انتوما لا لا ثم تضحكوا ثم تدلوا لي لايف وتصوروا إلى الأشياء السلبية في أجازات تح تصوروها لما تشوفوا حاجة إيجابية ما تصوروهاش لكن لما تشوفوا حاجة سلبية تح تجدوا تموصيونوها بواقع تواصل اجتماعي علش ثمك ما قلتوش يا رئيس سبون يا دولة الجزائرية نحن نتبرع من هذا النظام على الأقل ممكن ممكن لكن توما كنتو تصفقوا كنتو تصفقوا للنظام المخزن كنتو تصفقوا للكاين الوهمي وتفتخروا وشا وشا صاري جي في بلادي تخدم تسترزق تدام عزيز مكرم وكاين لي حتى المزوج وكاين عند عنده ذراري وكاين لي ودرنا لكم يعني ما احنا نقولوا كل الظروف الملائمة باش تخدموا واحد مدناليك لكن بالمقابل وش جلينا جلينا استفزازات والضحك على أشخاص اطعاموك هذا هو حق الخير لذلك كابتك ولايتك سراحة عندك راجلك ولا عندك مرتك ولا ربي سهل لأليك ما تقول للا حسن الجوار لوالو خلاص الدولة تريثت 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 خمت عليكم وكهديهم ربي لكن لا شعر فاق ولا النظام المخزن فاق ولذلك ننظر نقول كابتك وليتك هلنا نفتح قوس صغير هذه الاستفزازات الكبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بين قوسين حسابات الوهمية والضباب الإلكتروني المروكي ليراه خالص على كل كلمة يقولها علش هذو اللي راههم أمام السفارة الجزائري في مراكش علش ما رديتوش عليهم علش ما قلتوش دحكم من الفتنة علش ما قلتوش راكم تكذبوا لا عجبكم الحاج وبدأتيك جي أمام السفارة تبكي أنا خليت مرتي مروكية مرتي جزائرية وأنا خليت وليدي زد 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 في الجزائر حبيت خليها في وسط الأحرار اللهم بارك معزة مكرمة حبيت تديها معك ربي سهل عليك بسرح أنت باش تدخل الأرض الشهداء علكش تعميات سنة بالك بالك النظام المخزن يروح ويجيب راستو نظام جديد مشي حقار عنده النخوة عنده الغروبة عنده الدين ممكن نفكر ويعني نحل الحدود لكن علكش تعميات سنة ولا ألف سنة عشر قرون على كل حال أما حاليا يستحيل ويستحيل لأنكم أذيتم الجزائر أذيتم الجزائر كثيرا وين يسرع مشكلة هنا في الجزائر لما يبدأ التحقيق يرقى الجذور انطلق منين انطلق منها المروك آخرتها القبض على جواسيس من الكيان الوهمي بجواس سافر مروكي كيف تحصل على جواس سافر مروكي إذن لم يكن هناك تآمر وتخابر ما بين الدولة الغير معترف بها بالإضافة إلى المروك مدام وصل الأمر لهنا وصل الأمر إلى الأمن الجزائري هنا لا رجعت في هذا القرار فبالتالي على بعض أيام إن شاء الله عقد الكهرباء ينتهي وقلت أنه في هذا الشهر هناك عدد مفاجآت انتظروا يعني مفاجآت كثيرة وكثيرة السؤال الذي أنا أطرحه دائما لهذا الشعب المروكي لدائما يسفق إلى هذا النظام أو سؤالي موجه للنظام المخزاني الذي رح يطبع مع هذا الكين الوهمي من أجل أن يقول له الصحراء مغربية ماذا استفاد النظام المخزاني ماذا استفاد الشعب المروكي إلا الذل والهوال هل تم الاعتراف بالصحراء كونها صحراء مغربية الفيديو القادم عدنا بحول الله تعالى فيديو في الصميم نقول لكم مش رح يصرف الأيام القادمة بطلب بين الجزائر اللي رح يحضر فيها مسؤولين كبار في الأمم المتحدة من بينهم الأمم العام أكيد ومسؤولين نافذين في الأمم المتحدة حكونوا بإذن الله في الصحراء الغربية بطلب من الجزائر ماذا استفاد النظام الأموال ذهبت إلى الكيان لكن متشوفوا الحروب لاوي يخوضها الحروب مع لبنان الحروب مع الفلسطينيين الحرم مع إيرانيين الحرم مع اليمن هذه الأموال مين رح يتجي أموال الأموال المخزان أموال شعب المنروكي ماذا استفاد المنروكي من هذا التطبيع لا شيء لكن الشعب المنروكي ما تقولوا هذا الكلام ما فهمش إلا يدرر أوه ما يفهمش ولا صح ما يفهمش الى ما يفهمش هذا الكلام احنا يعني نقدر نقول انه حان الوقت لان نغلقوا كمال القنوات ونخلوهم وهو 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 لانه لعم يشوف لعم يشوف شوف هذه الدولة وش راه يدير وشوف الدولة انتاعك وكيف راه يعيشها خصوصا لما 4000 جندي ماروكي يحطهم في الواجهة جيدار باش يحموا للفريد جنود تحمل الاصليين وبعد يقول لك احنا احنا جنود شجعان رحوا للكيان يوداروك في الزاعة فقط باش تخوف الحمام ماذا ما كان لكن تبقى شؤولكم الداخلية انتم ادرى ماذا ادرى بها مصلحتكم انتم ادرى بها لكن احنا ما يهمنا هو امن واستقرار الجزائر فبالتالي حاليا والله العظيم الشعب الجزائري راه فرحة علاش الحدود انتاعوا راه مغلقة على الجميع بهجي دير فيزا ولا بركب لي الفيزا الجزائرية من اصعب الفيزات في الجزائر في العالم اقول دائما الجزائر يعني تقدر تقول مستحيل مستحيل يعني راح امام السفارة دير ميلة فنتاعك يقول لك وي يا ودي والله والجنح والله ما راك جاي 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 هالالجزائر وباذلي تعالى راه مطالب بعدم زواج الجزائري بمروكي عدم زواج جزائري بمروكية او جزائري جزائري بمروكي يعني ما عندناش زوج كما ذلك السعودية دلت لهم شروط يعني في منتهى الصرامة نحن نطالب بمنع هذا الزواج باش ميكون عندنا حتى علاقة هكذا ننضمنه الشر اللي يجي عن طريق الممروكي شاركونا برأيكم حبنا خوتنا في التعليقات اثريونا الموضوع لا تنسوش تعمل فيديو بلايك اشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته